نتحدث اليوم في الفصل الثامن في موضوع الإدراك والتعلم ونبدأ حديثنا بالإدراك وثم بعد ذلك ننتغل إلى التعلم لكن أولا دعونا نتعرف على أهداف هذا الفصل يهدف هذا الفصل إلى أن يلم الطالب بمفاهيم الإدراك والتعلم وكذلك يلم بنظريات التعلم والهدف الثاني هو تحديد أثر الإدراك على السلوك التنظيم نبدأ الآن بمقدمة ونقول أن إدراكنا لما يدور حولنا لا يعني أننا قد أدركنا الحقيقة بمعنى أن هناك فرق وتعارض بين إدراكنا وبين الحقيقة لأننا نميل إلى رؤية الأشياء بالطريقة التي نود أن نراها مثال ذلك لو سألت طلابا عن أحد الأساتذة فإنك تجد تفاوت في الإجابات فمنهم من يثني عليه ومنهم من يذم وستجد إجابات متفاوتة من طالب لآخر مع أنهم يرون نفس الأستاذ تحت نفس الظروف المحيطة لكن إدراكهم لكفاءة ذلك الأستاذ تختلف من طالب إلى آخر إذن فنحن نرى الواقع ولا نرى الحقيقة بل نفسر ما نراه ونعتبره الحقيقة ويمكن القول بأنك إذا أنت لم تدرك الحقيقة فالحقيقة غائمة بدون إدراك ولذلك يمكننا أن نوجه الآن عدد من الأسئلة ما هو الإدراك وما هي العوامل المؤثرة على إدراكنا للأشياء من حولنا نبدأ بمفهوم الإدراك ماذا نعني بالإدراك؟ الإدراك هو العملية التي من خلالها ينظم ويترجم الأشخاص انطباعاتهم الحسية من أجل أن يعطوا معنا لما يدور حولهم وهذا يعني أن الأشخاص يكون انطباعات لما أدركوه بالحواس الخمسة سواء كان باللمس سواء كان بحاسة الذوق أو حاسة الشم أو حاسة اللمس والزوق وحاسة الشم وحاسة السمع وحاسة البصر هذه الحواسة الخمس يدرك الإنسان بواسطتها أو يعطي معنى أو يترجم كل ما يدور حوله ويفسر هذا ما، هذا باب، هذه نافذة إذن يعطي ما رأاه بالبصر أو ما سمعه وهكذا يعطيه معنى ويفسره وإذن من الممكن أن ينظر إلى الموظفون تحديدا في العمل إلى المنظمة على أنها مكان طيب للعمل طالما أن ظروف العمل جيدة وطالما أن المهمات شيقة وطالما أن الإدارة تتسم بالمسؤولية وفي بعض الأحيان غدير العكس إذن كل يتعامل وفقا لإدراكه إذن إلى أن ألقاكم في محاضرة قادمة أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته